أهلا بكم في حلقة جديدة بعنوان عمر بن الخطاب يلتقي بالنبي أو بدانيال النبي أو عمر بن الخطاب والنبي دانيال يلتقيان الحقيقة عايزة الأول في الحلقة ابتدي الحلقة دي بصلاة فصلوا معايا إن الله يقودنا اليوم بروحه في كل خطوة وكل كلمة بنقدمها يا رب احنا بنشكرك من أجل كل ما تصنع في وسطنا بنشكرك من أجل حضورك في وسطنا بنشكرك لأننا أبنائك بنشكرك لأنك إله صالح وإلى الأبد رحمتك وإنك أنت مركز حياتنا وأفكارنا وكل اشتياقاتنا يا رب بنسألك إنه كل كلمة أنت تقودها اليوم في هذا البرنامج وإنك تعطينا سلام وإنه سلامك يا سود العالم اليوم يا رب لأنه كل رجاءنا فيك أنت يسوع المسيح أبونا الصالح لك كل المجد خليني أولا أفكركم بحدث مهم قوي وهو يوم 18 نوفمبر يوم الصلاة العالمي من أجل العابرين حول العالم وموضوعنا موضوع نقاشنا حيكون في الإضطهاد في حياة العابرين وأنا بصلي أنكم تشاركونا باختباراتكم وطلبات صلواتكم على كل مواقعنا على الفيسبوك وعلى أيضاً mbbglobal.net دلوقتي بقى خلينا مع بعض الأخبار الهمة حول العالم قبل ما نبتدي قصة النبي دانيال وعمر وإزاي التقوا أو لم يلتقوا الحدث الأهم هذا الأسبوع هو الانتصار الصاحق للرئيس ترامب في سباق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ولماذا انتخبه العرب والمسلمون بأرقام غير مسبوقة ومدهشة للجميع خلينا نشوف يعني الحقيقة أنه دي الصورة المفضلة عند الكاثيرين النهاردة أنه he is the president elect الرئيس المنتخب بنصلي من أجل أنه الله يستخدمه لكن موضوعي مش الرئيس ترامب موضوعي هو شيء آخر ننظر إلى يعني موضوع أنه المسلمين والمسيحيين العرب انتخبوه بأرقام كبيرة ايه المؤشرات لده وليه أمريكا بيسميها المسلمين حول العالم الشيطان الأعظم فليه بقى هذا التحول ايه اللي عايزينه المنتخبون العرب من الرئيس ترامب خليني أكلمكم شوية عن اللي حصل في ديربورن وميتشيجان والتحول الصادم اللي حصل فيها الرئيس ترامب كان بيعمل مركز جدا على كل الولايات اللي هي عادة ما بتروحش للديمقراطيين أو الولايات اللي بتروح للديمقراطيين مش للجمهوريين فزياراته كانت كثيرة للولايات دي منها ولاية ميتشيجان ولأنه دلوقتي ولاية ميتشيجان فيها عدد كبير جدا من العرب إذا كانوا لبنانيين يمنيين عراقيين أعداد كبيرة جدا من العرب في ولاية ميتشيجان بيتمركزوا فيها ويعني هي بقت مركز دلوقتي لظهور حتى الحاجات بعض القوانين الإسلامية والكلام دا فهو كان مركز عليها من منظور انتخابي هو بيحاول أنه يحاول كله ولاية زرقة للون الأحمر اللي انتوا شايفينه ده فشوفنا في الأيام الأخيرة تحول مبهر جدا أنه حصل أنه هو في واحدة من الراليز بتوعه وطلعوا المسلمين وعددوه علنا وشيوخ مسلمين بالتحديد طلعوا وعددوه ده بيفكرنا لما كان ترامب كان بيقولوا عليها المسلم بان منع المسلمين من الدخول في المرحلة الأولى اللي هو كان فيها رئيس أولا كان وقتها فيه لسه آيسس وداعش يعني وحركات إرهابية كبيرة كانت بتدخل إرهابيين جوه كل الدول الأوروبية وأمريكا يعني وأستراليا وكل فهو أخذ قرار أنه يقفل الباب على ده علشان محدش يدخل ما همش عارفين هو مين إلى أن تنتهي الحركات الإرهابية دي فده كان موقفه في الأول ولكن بنشوف المرة دي أنه موقفه مختلف هو مش ضد الناس هو ضد الإرهاب لكن التحول اللي من ناحية بقى المنتخبين هو ده اللي بيرني اللي يخلي المسلمين خاصة يثقوا فيه بهذه الدرجة الميديا العربية في الأسابيع الماضية كلها كانت بتتكلم على ده وهو عمل مقابلات مع محطات مثلاً الام تي في واعتقد العربية قال فيها أنه هو مهتم بإصلاح الشأن العربي وأنه يكون في سلام في الشرق الأوسط كل المحطات دي كانت بتقول أنه أو معظمها كانت بتقول أنه الرئيس ترامب بيفي بوعده علشان كده هم منتظرينه على الناحية التانية يعني الناس اللي بيقوموا بالحروب إذا كان حماس ولا إيران ولا الحزب الله ولا كل الناس دي اليمن الحوثيين كلهم كانوا عاملين حساب لموضوع أنه ترامب حيمسكه وكانوا بيحاولوا أنه يعملوا يعني يسببوا قتلوا أو يقتلوا علشان عارفين أنه هيحصل تغيير أو الأمور هتشتد عليهم ترامب كان وعده الأساسي أنه ينهي الحروب وأنه يكون فيه سلام في الشرق الأوسط ليه العرب الأمريكان حصل فيهم التحول ده لأنه حصل فيه بعد الحرب اللبنانية يعني إحنا بقلنا سنة في حرب بين إسرائيل والفلسطين في غازل بعد الحرب اللبنانية وضح الأمر أكتر أنه العامل الأساسي العامل كل الألألة دي في الشرق الأوسط هو العامل الإسلامي المتطرف إذا كان إيران ولا حماس ولا حزب الله ولا أي يد إسلامية متطرفة هي العامل اللي وراء كل ده فاللبنانيين نوع مختلف اللبنانيين بقى كان لهم دور كبير جدا في اللي حصل في وقت يعني من بداية الحرب في لبنان واللبنانيين واضح أنهما مختارين أنهما تكون لهم أصوات بقى وأصوات مختلفة ومحاولات للحل يعني بلا بكائيات بقى وإلحقونا محدش بيساعدنا والكلام ده كله كانوا بيحاولوا يحلوا جوه بلدهم وبيحاولوا أيضا أنهما يحلوا بره بلدهم وأعتقد أن ده كان مثل كويس جدا أنه فيه ممكن الناس تجد طرق أخرى للحلول السياسية مش لازم كل الحلول السياسية تبقى بين فلسطين وإسرائيل وحزب الله وإيران وأمريكا لا كان فيه قواعد شعبية من الناس عملت شغل كويس علشان تحاول توصل لناس ممكن يساعدوا زي الرئيس ترامب اللبنانيين يعني فهموا إيه مصدر الضمار والموت مع أن هما بيواجهوا عدو داخلي يعني حزب الله والدعاءات النصر اللي عمالي يضرب في إسرائيل واللي بيدفع التمن برضو شعب لبنان يعني هما اللي بيتضربوا هما اللي بيتشردوا وهما اللي بيعتنوا ببعض وهما اللي بيعتنوا بحزب الله اللي فزتهم يعني لما فهموا بقى أن حزب الله اللي جوه ده هو اللي لازم يخرج فدلوقتي الحديث تغير والمحاولات التغيير جوه لبنان تغيرت بقت من جوه ومن بره فحزب الله غير معتني زيه زي أي تأسيس يعني أو مؤسسة مجموعة منظمة إرهابية في داخل أي بلد لا تهتم الإخوان المسلمين لم يهتموا بدمار الشعب المصري حماس وفتح وكل المنظمات اللي بالشكل ده كان برضو لم يهتموا بما يحدث لشعب غزة وإلى الآن هما مش مهتمين الحوثيين مش مهتمين بدمار الشعب اللي جوه برضو هما يعني مجموعة قد كده واليمنيين عايشين في فقر وقحت وألام المجموعات الإرهابية لا تهتم أبدا بالناس لكن تهتم بإقامة الدولة الإسلامية اللي هما عايز لها بس حزب الله درب مطار إسرائيل عشان إسرائيل تدرب مطار لبنان فيحصل تصعيد وأيضا الأخبار الآن بتقول أنه هما بيستهدفوا الجيش اللبناني حتى لا يعطى الجيش اللبناني فلازم نفكر بقى لبنان عانى من القضية الفلسطينية يعني على طول الخط وفتحه حماس وإيران وحزب الله فهموا بقى العدو الحقيقي أنه هما لازم يتكلموا عن نفسهم ويبتعدوا عن كل المنظمات الدينية اللي بتاخدهم في مصارات أخرى فاختاروا بقى أن هما يجدوا الحلول العملية السلمية وهم العامل الأكبر بقى في التحول الحادث على الساحة السياسية في أمريكا دلوقتي اختاروا راجل رجل سلام أنا عايزة أقول أنه ترامب في 2016 مش هو ترامب 2024 لأنه حصل حاجة فارقة في حياته لازم نعطي فيها المجد لله أنه ربنا خلصوا من الموت فتحولت عينين بقى ترامب من نفسه على معونة الله قال في الخطاب الأخير بتاعه أنه هو الكل بيقول له أنه الله اعتنى بي وده له حياة لسبب وكل الناس اللي بتصليله بتبعت له رسائل وبتقول له اعتني بالله في حياتك وكون أمين مع الله في حياتك علشان يقودك إذا مشي في المصار ده وفعلا ده حصل حيكون فعلا راجل سلام الرب يستخدمه إن لم يفعل إحنا بقى في قدين ربنا كلنا بس أنا عايزة أوريكو أحد الفيديوهات اللي ترامب فيها بيعطي المجد لله والحقيقة إنه فيه فيديوهات كتيرة من هذا النوع هذا لم يحدث من قبل اسمع شكرا بكتروني المجدة للرب عارفين لما ترامب مسك في 2016 حد أغنية بتاعت I did it my way الأغنية بمعناها يعني بيقول أنا وصلت الهنى بنفسي بقدرتي النهاردة بيقول لا أنا مش أهم واحد المسيح هو القائد وهو الأهم وهو الرئيس لو فضل المسيح هو الرئيس في حياتك وفي حياة ترامب وفي حياة الناس اللي بتعمل على تحقيق مشيئة الله على الأرض هنكون في أفضل حال كتير يا رب احنا بنصلي من أجل أنه هذا الرجل لا يؤله ولا يؤله نفسه ولكن يرى أنك الله القائد المخلص ملك السلام ورئيس السلام وأنه أنت يا رب تقوده في كل خطوة وأنه يأتي بسلامك على العالم وأنه يحدث سلام فعلا وراح على الأرض يا رب احنا بنصلي من أجل كل المتهدين والمسحوقين والناس اللي فيه بقرة أو بقر الحروب في العالم بنسألك يا رب أنك تضع يدك عليهم وأنك تتراقف عليهم يا رب وأنه الإصلاح اللي يعني حيبتدي من فوق إذا قطعنا يصلح الأرض أيضا من أجل مجد اسمك فيه اسم يسوع قصلي حدث تاني حب أن أنا أعلق عليه سريعا وهو الأحداث اللي حصلت في هولندا بعد مباراة في الدوري الأوروبي اشترك فيها فريق مكابي تل قبيب الإسرائيل أعداد كبيرة منظمة من عرب هولندا خرجت بعد المباراة وهجموا بعض الإسرائيليين اللي كانوا موجودين حتى في يعني اللي خارجين من المباراة والموجودين في الشوارع إذا كانوا بيحتفلوا أو يعني بيقضوا وقت في البلد لأنهم جايين من برة أو أيضا هجموهم في القتلات بتاعتهم بقوا بيضربوا صواريخ الفايروركس دي عليهم جوة القتلات بتاعتهم الفيديوهات كانت الموجودة كان فيه فيديوهات بالليل وفيه فيديوهات بالنهار يعني الموضوع استمر كثير جدا حدث الأخير اللي عرفناه إنه إسرائيل حذرت البوليس الهولندي مسبقا لكن هم ما تحركوش وما حصلش حاجة يعني فالأمر كان مرتب مسبقا إنه هيحصل هجوم لأنهم يعني مش أول مرة يهاجم فريق إسرائيل في مثلا الدورة الأولمبية اللي هجموهم فيها أو أيا كان لكن المشكلة هنا عندي حاجة إنه دول ناس رايحين بلد فريق كورة أيا كان بيعني حاجة رياضية بيلعبوها رايحين يستمتعوا بوقتهم يشجعوا فريقهم إنه أنتوا ملكوا البلد اللي بتستضيفهم هي هولندا هي مستضيفاكوا أيضا يعني إذا أنتم مهاجرين فيها إذا أنتم عايشين فيها بقالكم سنين أنتم أيضا يعني المفروض أنكم تحترموا قوانين البلد أيا كنا نحترم قوانين البلد ومن هجمش ناس أمنين ما حدش يحط بقى دي جنب اللي بيحصل في غزة دي اللي بيحصل بره ده منتشر بعد الوقت في الغرب كله فهل سيتحول الغرب أيضا إلى بقرة إرهابية وما يكونش فيه ناس أمنة في الشوارع ده يعني مش وارد عندك مشكلة حلها سياسيا حلها في حديث حلها في سياسات حلها في مطالبات مظاهرات سلمية مثلا في بعض الناس هاتكلم على حاجة يعني بيقولوا أنه في بعض الإسرائيليين نزعوا عالم فده هو اللي سبب الأحداث لا هقول أ ولا هقول لأ ممكن أ شفنا فيديو فيه ناس بتشد العالم لكن عايزة أسأل سؤال هل حد شد عالم وده يساوي الضرب والسحل والطعن والقاءهم في النهر وإجبرهم بالأعداد وفيه ناس مش عارفينها فيه اتنين على الأقل مختفيين وإجبرهم على أنهم يقولوا فلسطين حر طب يا أنت حرارت فلسطين لما خلت واحد إسرائيل يقول فلسطين حرة إيه يعني وبتضرب زي ما حصل قبل كده رجالة وستات وأطفال والصور بقى عملة تخرج بأعداد رهيبة أنا قررت إن اللي حط صور ولا حط فيديو إحنا مش نقصين إحنا عايزين نتكلم عن السلام أسأل سؤال لما الفلسطينيين والمتظاهرين اللي بيعددوهم بيشيلوا أعلام البلاد اللي هم لاجئين فيها ويرفعوا العالم الفلسطيني بيسيبوهم محدش قام دربهم ليه يعني لو لم نتصرف كبني أدمين نحترم الآخر فيحترمنا العالم العالم لن يظل يعاملكم على إنكم ضحايا لأن الأعمال دي ما بتقولش كده وخاصة إن اللي بره دول ما بيعانوش نفس المعاناة اللي اللي جوه بيعانوها جبت إيه؟ ده سؤالي جبت إيه؟ ساعت غزة إزاي؟ وحيكون لكل فعل رد فعل إذا كان هناك عملاء لحماس ولا الحزب الله بيشتغلوا في الخارج فاللي بيدفع التمن هم أهل غزة وإذا كان فيه ناس بتستخدم لأنها زعلانة على بلدها زعلانة على أهلها فقدوا الناس في أهلهم ودوارد جدا اوجد طريق آخر للسلام لاقي في نفسك إنك تقدر تحكي قصتك بسلام وتطالب بحقك بسلام أنا شايفة يعني الصورة الزهنية اللي قدامي دلوقتي إنه اتحاد المسلمين والمسيحيين في إنهم يعضدوا ترامب علشان يوصلهم لطريق السلام في الشرق الأوسط وهيحصل أنا بصلي إنه ده يحصل وأعتقد هيحصل أكتر حاجة ممكن تحل المشكلة في الشرق الأوسط لأنه فيه اتحاد واتفاق على طريق للسلام بس جيرت وايلدرز هو رئيس الرئيس الوزراء القادم يعني لهولندا وهو معروف بكشفه للإسلام ومعاداته وللأفكار الإسلامية وبيتكلم عنها بقالوا سنين كتيرة وده هيبقى الرئيس القادم الرئيس الوزراء القادم التغيير ده مش لمصلحتكم لو فضلتم تتصرفوا بالشكل ده إحنا بنصلي رب من أجل سلام وتوبة وإنه يرى العالم إنك ملك السلام والإسم فوق كل الأسماء وليس بغيرك الخلاص بعد كل الكلام بقى التقيل اللي أنا قلته ده دلوقتي أنا عارفة إنه يعني كلام تقيل لكن هدفي منه إن إحنا نوصل لطريق سلام مش هنفضل نشاور بصوابعنا وبأفكارنا وبقلبنا على بعض خلينا ننظر إلى الله وخاصة المؤمنين ننظر إلى الله ونجد طرق يعني يعني على الأقل لو مش قادر أعمل حاجة هساعد حد محتاج في البلاد دي مثلا أوكي أوكي خلينا بقى نتكلم على القصة القصة اللي حتغير حياتك بصراحة الأستاذ عمر نور الدين حامي حمل الإسلام حامي الصرح الإسلامي عامل سلسلة من قصص الأنبياء ما تخرش الماء وبيقرالنا من كتاب إيه؟ قصص الأنبياء لابن كثير طبعا ده أشهر الكتب الإسلامية اللي فيها قصص الأنبياء أقولكو من ناحيتي أنا جدتي كانت تقعد تقرالي في الكتاب ده كتير جدا أنا اخترت لكم قصة مبهرة جدا هو هيحكيها لنا وهي قصة عن النبي دانيال بس مش قصة النبي دانيال أو يعني يعني هو يقولك قصة النبي دانيال لكن مش دي القصة كلها المفروض يعني أوكي خلينا نشوف اسمع الفيديو قال أبو العالية لما افتتحنا تستر مدينة وجبنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف قال فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سيدنا كعب هو أول من قرأ هذا الكتاب قال قرأته مثل ما أقرأ القرآن قال فيه سيركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد يعني هذه الصحيفة مكتوب فيها كل شيء إلى يوم القيامة دلوقتي هو بيقول أنه هو بعد فتح تستر لقوا أنه لقى فيه واحد جسد محفوظ في مكان وأنه هذا الجسد يعني هو للراجل ميت من 300 سنة لكن زي ما هو الراجل زي ما هو مين دا يا عم قال دا واحد مات من 30 سنة وغالبا هو بقى النبي دانيال فالفكرة هنا أنه القصة هي قصة كيف تعاملوا مع هذا الجسد أو الشخصية دي وإزاي بقى اكتشفوا أنه دا النبي دانيال خلينا نشوف إيه وضع القصة دي لأنه الكتاب اللي كان معاه المفروض أنه كان كتاب المفروض أنه قال يعني سفر دانيال اللي فيه كل النبوءات من هنا ليوم القيامة كي قلت ما تغير منه شيء يعني على مدار 300 سنة لم يتغير من هذا الميت شيء قال إلا شعرات من قفاه إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السبع الله أكبر يعني عارفين أنت يا جماعة طول النومة طول النومة لما تفضل نايم كده لو إنسان الله يعز مقداركم كده خلينا نضرب مثال ويشفي كل مريض مسلم يا رب يا كريم ويعاف كل مبتلى مسلم ثم قال إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السبع وفيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء شو بقى يقولك إيه بقى له 300 سنة ويمكن أكتر محدش عارف هو رائد كده الرائد دي وهم عاديين محنطينه في صندوق بقى هو مش متحنط المفروض لإنه أجساد الأنبياء لا تبلي وإنه المصدر في ده كلام محمد أسأل سؤال ما الحكمة في إن أجساد الأنبياء لا تتغير ليه يعني مثلا ده إحنا كنا لقينا بقى إذا كان يقولك إنه ساعات الأنبياء والصالحين وساعات أيضا الشهداء يعني مرة تانية هعملكوا حلقة على الموضوع ده في قصة شخص صالح أو نبي آخر يقولك إنه إنها لا تتغير وإن الدم كده بيبقى ينبض فيها يعني كأنه صحي كده قدامك طب إيه الحكمة هل ده بيقول إنه ده يقول إيه على ربنا ده سؤال يعني ده السؤال اللي جيه في ذهني ليه شخص يحفظ جسده عن شخص آخر مع إنه الكتاب المقدس بيعلمنا إنه الأنبياء كلهم غلطوا وكلهم عملوا حاجات يعني تعاقبوا عليها كمان يعني موسى موسى نفسه عمل حاجة فربنا قال له طب إنت هتشوف الأرض الموعد بس بيش هتدخلها ضرب السخر فإيه الحكمة ربنا هيعلمنا إيه من إنه الناس دي ليها تفضيل على فكرة مفيش في الكتاب المقدس حد يفضل عن حد إلا بي يعني إنت مع ربنا حياتك شكلها إيه كلنا واحد مع المسيح الوحيد اللي نقدر نبصله ونقول ليه المكانة دي هو المسيح بس بس كلنا خطئين كلنا بنكعبل ونقع وكلنا لما نرجع ربنا بيقبالنا زي ما إحنا لكن إيه فضل إنسان إنه يبقى يعني مثل دلوقتي أنا موت فجسمي ما حصل لش حاجة فالناس تفضل تقول آه دي معجزة فيحصل إيه بقى الناس تقلهني هل دي هتكون حاجة من أهداف الله لا في معجزات آه في معجزات وممكن كمان تكون حاجة بيولوجية يعني ممكن فيه أرض يتدفن فيها أشخاص أجسامهم ما تتحللش لأنه في حاجة في نوع التربة دي مثلا مثلا في حاجات زي كده طب والفرعنة أما الفرعنة حنطوا الناس وبنفتح التوابيد بنلاقي الجسم محفوظ زي ما هو بس ما فيش عروق بطنبض ولا حاجة مبلغات لم نراها أوكي وهل يعني ما حدش قدر يكتشف لحد النهاردة ولا قبر نبي واحد ولا قبر واحد صالح واحد فإزاي دلوقتي بقى نروح ل جزء تاني بيتكلم فيه عملوا ايه بقى مع الجسد اللي لقوا ده هو فتحوا تسطر لقوا الجسد وتعاملوا معاه وبعتوا الكتاب اللي كان معاه ده عمر وواحد ارهوله ودلوقتي بقى التصرف الاسلامي بقى لازم يدفنوا اوكي عملوا ايه نشوف قال قلت فما صنعتم بالرجل الرجل بقى الميت الا على السرير ده عملتوا مع ايه قال حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة امام الناس حفروا ثلاثة عشر قبرا متفرقة فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشونه قلت فما يرجون منه قال كانت السماء اذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون قلت من كنتم تظنون الرجل قال رجل يقال له دنيال قلت منذ كم وجدتموه قد مات قال منذ ثلاثمائة سنة تقريبا اوكي عملتوا ايه في الراجل قال احنا كان لازم ندفنه ايه ليه ايه اللي حصل قال احنا كنا خايفين انه الناس تنبشوا علشان كان بيعمل معجزات لما السماء تبطل تمطر يطلعوا برا تقوم تمطر اوكي وقال ده مين طلع دنيال اللي ميت من 30 سنة خلينا نسمع جزء تاني من الحكاية عن مين الملك اللي كان موجود ودنيال حي عندي يعني سبب لده اسمعوا الفيديو ده الامام ابن كثير رحمه الله وتعالى يقول ذكر شيء من خبر دنيال عليه السلام قال ابن ابي الدنيا بسنده ضر بختنصر اسدين يعني يعني منع اسدين من الطعام والشراب علشان خاطر يؤذي بهما النبي دنيال فالقاهما في جب الجب اللي هو البير المطمور او الجي البير الذي ليس فيه ماء وجاء بدنيال عليه السلام فالقاه عليهما فلم يهيجاه اوكي بختش اصر ده اختراع اسلامي اوكي لان الملك ال ال اصر دنيال والشعب ودنيال كان عايش فيه اصر الملك في بابل كان اسمه نبوخز نصر بكل اللغات نبوخز نصر نبوخز نصر بالانجليزي انا حتى بالانجليزي بطلق بس هو كل الناس تعرفوا باسمه نبوخز نصر مفيش حاجة اسمها بختش اصر ده مش الملك اللي كان في وقت دنيال دي حاجة الحاجة التانية انه القصة بتاعت الاسود انه فعلا دنيال القيا في جب الاسود لان دي قصة معروفة ودنيال مش اي نبي يعني دنيال لي وضع في الكتاب المقدس انه انسان اختاره الله ليعطيه رؤى للمستقبل ويتنبأ بمجيء المسيح ويتنبأ بقيام ممالك وانهزام ممالك وعصور للامام على عبر العصور هيتنبأ عن امور كتيرة عبر العصور لكن اهم حاجة انه تنبأ عن مجيء المسيح وده حصل في نفس الوقت اللي قال عليه دنيال فلما يعني هو مش اي حد كده فالحقيقة انه الملك اللي كان موجود هو ملك بعد نبوخ خزنصر اسمه داريوس هو اللي اختار انه هو ينزل دنيال جب الأسود لانه حصل مؤامرة فعلى دنيال علشان ينزله جب الأسود وهو ما كانش عايز يرمي اسمه داريوس مش نبوخ خزنصر فيعني علشان نعرف هو دايما الاستاذ عمري يقولك انه الامانة العلمية مهمة قوي دايما فأنا بس حباجوا تسمعوه يقولك ايه دي الامانة العلمية دي الامانة العلمية الامانة العلمية انت لم تبحث عن من هو يعني اما يجيلي حاجة معلومة اقوم اعمل ايه ابحث مين دانيال اتولد امتى مات امتى مين اللي كان في عصره مين الملوك اللي كانوا موجودين اقرأ الصفر بتاعه قبل ما اتكلم لكن انت ايه مصادرك قصص وروايات في كتب متفرقة يعني انت في نفس الصفحة هو دلوقتي احنا حكالنا على جب الاسود حكالنا على وجود دانيال يعني احتمالية انه يكون دا دانيال من تلق ميت سنة بين دانيال والمسيح ما بين ربعمية وخمسمية سنة وبين محمد والمسيح ستمية وحاجة سنة يعني يعني على الاقل بالمية الف ومية سنة عشان يوجده عمر يلاقيه عمر في تاستر اي كلام هل الحكاية دي حصلت هل لا وفعلا واحد جسمه ومش عارف ايه ويطلعوا برا ويدخلوا جوه ويكون حاجة شيطانية مش من ربنا اذا كانت حصلت بس انا لا اعتقد انها حصلت اصلا لان كل الكتب اللي موجودة بتتكلم على الحاجات دي النفس تبقى بتقرى القصة وعندك 3-4 قصص بتحكي القصة ب3-4 صور مختلفة اتكلمنا على دفنه حفروا 13 قبر واختروا واحد وطمس ومش عارف ايه خلصت على كده لا بس دي الامانة العلمية لازم حكي كل القصص دانيال قبل المسيح بحوالي 500 سنة تنبأ بوجود المسيح لو سمحت تصلح لي الشاشة تنبأ بوجود المسيح من يعني بالتحديد لما تكلم عن انه المسيح المخلص هيجي بعد 70 أسبوع وده كان اللي هما الـ 490 سنة وهكذا ايه جاب ده لده وازاي ده 300 سنة وبتقول لي ان ده يعني حدث خلينا نكمل نشوف شوف الفيديو هذا فماكث ما شاء الله ثم اشتهى ما يشتهي الآدميون من الطعام والشراب فأوحى الله إلى أرمية النبي أرمية وحنا حكنا قصته وهو بالشام أن يعد طعاما وشرابا لدانيال فقال يا ربي أنا بالأرض المقدسة في فلسطين ودانيال بأرض بابل من أرض العراق بينما سفة كبيرة جدا فأوحى الله إليه أن يعدد ما أمرناك به فإنا سنرسل من يحملك ويحمل ما أعددت ففعل ما أمره الله تعالى وأرسل الله إليه من حمله وحمل ما أعده حتى وقف على رأس الجب اللي هو البئر المسجون فيه فقال دانيال من هذا قال أنا أرمي فقال ما جاء بك قال أرسلني إليك ربك سبحانه وتعالى يعني أولا أرمي دانيال و حسقيال دول أنبياء تواجدوا في فترات متدخلة في نفس الوقت يعني ولكن حد تولد بدري حد مات في النص حد استمر أكتر وهكذا ركز بقى على أرمي ودانيال أرمي ودانيال بينهم وبين بعض يعني أرمي اتولد قبل دانيال أم سوري أرمي أرمي ودانيال بينهم حوالي خمس ست سنين حاجة زي كده في العمر لكن دانيال عايش لحد ما بقى عنده حاجة وثمانين سنة تقريبا وأرمي ماته وعنده 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 وربعين سنة فلو حطيت أنه أرمي ماته وعنده وعنده وربعين سنة وهو أكبر من دانيال وأنه دانيال كان في جب الأسود وهو عنده سبعين سنة ف ده ما يتركبش ما ينفعش ما كانش موجود وقتها فلأننا ما بنبحثش بيبقى يقول أي حاجة بقى ما حدش يعني ما حدش بيحسب أنت بتقول إيه مش كده مشكلة يعني الأحداث التاريخية اللي موجودة في الكتاب المقدس في حاجات بتثبتها أسماء الملوك أسماء أحداث أحداث موجودة مثلا حروب تاريخية أحداث هامة يعني هكذا الناس بتحسب بتقولك الملك الفلاني كان موجود في الوقت الفلاني عشان كده حتى الكتاب المقدس يقول في عهد الملك فلان كذا اللي حصل راح له دانيال راح له مش عارف فالحاجات دي لها لها تواريخ معروفة يعني فأنت بتقدرش تقول لي أنه تقريبا كده يعني دانيال كان من 300 سنة لا الملك داريوس كان موجود ولا الملك بخت شعصر ده أصلا موجود إيه إثباتك بيقولوا كلامه خلاص وإحنا يعني أما كنت مسلمة أي حد يقول لي قصة خلاص يعني كويس ما بفكرش فيها أصلا الحاجات العجيبة اللي بيقولوها كتير فأقول يمكن كان وقتها كده يعني مثلا أنا ما تعلمتش عن التاريخ الكتاب المقدس أي حاجة فما كنتش عرف أي حاجة في تاريخ الأنبياء لما قريت الكتاب المقدس كل حاجة بتدت تركب على بعضها مش النبي يعني القرآن لما يحكي قصة نبي بيحكيها في خمسين حتة متفرقة وداخل فيها الأحاديث وداخل فيها السير والكلام ده كله على ما تلمها بقى لازم تعمل تحقيق صح فلازم نفكر نفكر وبعلينا في الأخر يقول لك بس ده إيه عشان إيه دي الأمانة العلمية الأمانة العلمية خلينا نشوف بعد كده يعني الحدث بقى المفروض يحصل بعد كده إيه وإيه اللي هو يعني اكتشفه في موضوع دانيال اللي يخلي إنه الراجل ده فعلا يفتكره إنه هو دانيال خليني أقول لكم إيه الدليل الدامغ الحقيقة العلمية المبهرة اسمع اسمع كويس إن كان تاريخ وفاته محفوظا من ثلاثمائة سنة فليس بنبي بل هو رجل صالح لأن عيسى بن مريم ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بنص الحديث الذي في البخاري والفترة التي كانت بينهما أربعمائة سنة وقيل ستمائة سنة وقيل ستمائة وعشرين سنة وستمائة وعشرين سنة هو ذا الصحيح وقد يكون وتاريخ وفاته يعني هذا النبي دانيال وقد يكون تاريخ وفاته من ثلاثمائة سنة وهو قريب من وقت دانيال إن كان كونه دانيال هو المطابق لما في نفس الأمر فإنه قد يكون رجلا آخر إما من الأنبياء أو الصالحين ولكن قربت الظنون أنه دانيال لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرص فأقام عنده مسجونا كما تقدم حتى مات أنه ملك فرص إيه دليلك هو دا الدليل يمكن كذا يمكن كذا يمكن كذا يمكن كذا الدليل قالونه مش الدليل خالص مكتوب عندك خالص وتفضل بقى تلف في حتة أنه يعني 300 200 يمكن 800 تمشي بردو هي أنا عجباني حتة أنه 800 دي هي الأقرب هو قراء 300 بس هي مكتوبة 800 هي الأقرب للصحة دا لا تبقى أقرب ولا يمكن تنفع ولا تقدر تلزقها لو جبت يعني كل الناس يعملوا قص لزق ومعاك قص ولزق معاك دي ما ينفعش ما فيش حاجة اسمها كده فيه تاريخ بيثبت إمتى دانيال تولد وإمتى مات ومين كان معاه وحاكة يعني عشان أنا بنصحك أنك تقرأ الجميع أنك تقرأ سفر دانيال لأن في سفر دانيال حتلاقي أنه دانيال لم يكن شخص عادي كنبي يعني يتنبأ بإسم الله ولم يكن شخص عادي فيه عند الملوك اللي كان بيخدم تحتهم اللي كان تحت إدارته فهو الوحيد اللي كان اللي أنقذ مثلا حكماء الملك لأنه فصر للملك حلمه وإنه وإنه هو واحد من التلاتة الفتية اللي نزلوا في الأتون ألقيه في الأتون ويعني كان حدث كبير في هذا الوقت أنه الله انقذهم وكان يسير معهم والملك كان مبهور جدا ويعني قال إن إله دانيال لازم يعني هو الإله الحقيقي وهكذا حدث سرقوا بقى هم المسلمين وحطوا على إنه إبراهيم ألقيه في النار مالوش أي علاقة بإبراهيم يعني ما هو واحد يقرى حاجة زي مثلا الروايات الإغريقية دي تقرأها بقى وتقعد أنت تعمل لك تيجي أنت تكتب رواية بشبه الكلام ده فتطلع الإله ده يبقى الإله ده وتعمل لك أنت إليها تانية وتضيف عليهم وقصص تانية وتضيف عليها واحد بيكتب قصص ما هوش فهمها ولا عارف مغزاها فالحقيقة العلمية المبهرة إنه يمكن يمشي تمشي برضو عشان إنه إنه كان عند أسر في بابل عند الفرس طب يعني كان فيه أسر كتير وأسرة كتير عند بابل إيه الإثبات يمكن اللي جاي ده بقى الفيديو ده هو اللي يبقى الإثبات قد روية بإسناد صحيح إلى أن أبي العالية إلى أن أبي العالية قال أن طول أنفه شبر طول أنف النبي دنيا شبر يعني كان كبير ضخم وعن أنس ابن مالك بإسناد جيد أن طول أنفه ذراع فيحتمل على هذا أن يكون رجلا من الأنبياء الأقدمين قبل هذه المدد ده برضو ترجيح تاني لما من كثير بيقول ممكن أن يكون هذا النبي ليس هو دنيال بل قد يكون نبي من الأقدمين اللي هما كانوا طوال وضخام وعظام في أجسادهم غير النبي دنيال كمان أعتقد أن دنيال كان عايش أيام الجيني الجلد أو مثلا عارفين العمالقة اللي بيجوا في الأفلام دول يبقى عايش فوق الجبل وعنده عين واحدة في نص راسه وكده هل في سؤال سؤال حقيقي بقى مش تريعة أوكي عشان الأولاني كان تريعة هل في حفريات بتوحي أن في حد منخيره شبر أو أو حتى يعني نص نص حتى الشبر يعني واحد منخيره شبر تبقى كده يعني كده يعني 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 يشوف إزاي صحيح أوكي وبعدين ماشي يعني حتى شبر طب قبلنا الشبر يعني يقولك لأ وفي قول آخر إنه منخيره كانت طولها ذراع فلازم يعني يعني الدراع ده لازم يكون في عضمة تمسكه ولا الناس تمسك تمشي منخيرها بدلدلة عشسك I'm sorry يعني إزاي ده يعقل يعني إنت إزاي كراجل كبير كده تقعد تقرأ الكلام ده وتقول سبحان الله بس الناس بتوع زمان دول كانوا ناس كده كبار عظام طب ويحصل إيه لو الناس دي كانوا وهم ماشين كده مناخيراتهم بتخبط في بعض يعني سيصي ليه كده يعني إزاي إنت بتقرأ ده وقعد عامل ساعة ونص فأنا ماذا أقول يقول إمام ابن كثير وقد قال أبو بكر من أبي الدنيا في كتاب أحكام القبور بسنده عن أبي الأشعث الأحمري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دنيال دعا ربه عز وجل أن تدفنه أمة محمد فلما افتتح أبو موسى الأشعري تستر وجده في تابوت تضرب عروقه ووريده وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دل على دنيال فبشروه بالجنة أيوه فكان الذي دل عليه يعني على دنيال رجل يقال له حرقوس فكتب أبو موسى إلى عمر يخبره فكتب إليه عمر أن ادفنه وابعث إلي حرقوس فإن النبي قال بشره بالجنة يعني يبعث إلي حرقوس فإن النبي بشره بالجنة لأنه النبي قبل ما يموت قال إحنا لازم نلاقي دنيال للاقي دنيال حوادي الجنة أوكي من الشاطر تخريف ليس له حدود يعني ولازم يأسلمه بقى كل واحد ما يقولك النبي دنيال ده بتاعنا إزاي ما هو كان من المسلمين وأنه دنيال عمرك في حياتك لو أريت الكتاب المقدس هتلاقي أنه لغته في السرد مختلفة تماما عن القرآن ويقولك أنه أنه هذا هو أنا أريته زي ما بقرأ القرآن عشان فيه ألحنكم وفيه مش عارف كلام فاضي لغة الكتاب المقدس مختلفة تماما واضحة وصريحة ومتصلة وتقدر تفهم فيها الله بيقولك إيه ف يروح محمد بقى يقولك أنه كلهم أنه كلهم كانوا مسلمين مسلمين يعني حج كلهم كانوا حرقوس كان حرقوسا أوكي سو يعني كلام لازم نفكر فيه شوية علشان خاطر ما يدحكش علينا أنت لازم تبحث عن إله حقيقي كل هذه الخرافات ما تقدرش تفصلها عن السرد الإسلامي أبدا والأفكار الإسلامية أبدا هذا التعظيم لإله لا يعني يعني لا يمكن أنك تتواصل معاه وأنه محمد ده نفسه في الآخر هتكتشف أنه هو نفسه أسطورة وأنه تلاتة ربع الحاجات اللي تبانت حوالي دي 90% منها لم تحدث ولا هي موجودة ولا كانت حتى مقبولة في عصرهم وإنه من كتب كتب عنه سنين مئات السنين بعده ونقبله ونقعد بقى نعمل بودكاست ونقعد الساعة ونص نقول مناخير وزراعة إزاي أنت وإنت كمسلمين تسقوا في أي شيء يأتي به هذا الدين عشان إيه بقى دي الأمانة العلمية عشان دي الأمانة العلمية أوكي الوقت بقى شوفوا قلتلكوا في الأول القصص بتتكرر وبتتكرر بطرق مختلفة دي بقى كلاكت تاني مرة إزاي ده فنو الحقيقة بقى أبو موسى علشان يدفن النبي دانواء دانيال أمر أربعة من الأسراء اللي هم الأسراء أسراء عساكر محكوم عليهم بالموت ميتين ميتين فأمر سيدنا أبو موسى أربعة من الأسراء فسكروا نهرا يعني أغلقوا نهر ومنعوه فترة وحفروا في وسط النهر قبرا فدفنه أبو موسى في القبر داخل النهر ثم قدم الأربعة أسراء فضرب أعماقهم فلم يعلم موضع قبر النبي دانيال من وقتها إلا سيدنا أبو موسى الأشعار رضي الله عنه وارضاه أوكي هل يا جماعة بيسألوني دلوقتي طب إزاي دفنوا ونخيره فأنا بقول لهم يمكن على جمع بس هي جات على دي دول أربعة أشخاص عملوا سدين في النهر علشان إيه يحفروا ويدفنوا في النهر يعني طب الثلاثتاشر قبر اللي قبل كده كانوا قهوان شوي يعني كانوا مقبولين شوي عن كده لكن دول قفلوا النهر عملوا سدود قعدوا كم سنة يبنوا في السدود بتاعت النهر أربعة بس عشان في الآخر يقتلوهم وموحدش يعرف هو يدفن فيه فما جاتش على دي بقى يعني يدفن على جنب إذا كان منخيره شبر ولا زرق فمعلش هل ده يقبل عقليا نقبله وإحنا سكتين عشان هما قالوا كده الشيوخ قالوا كده ودي عموما يعني مش هتأثر قوي في إحنا عندنا القرآن بقى الناس تقولك عندنا القرآن وعندنا السابت من الحديث ومش عارف إيه السابت من الحديث ده انت بتميزه إزاي وبتوزن القرآن إزاي أصلا وإزاي تتصق مثلا يعني مثلا إحنا في الحلقات القادمة عشان مش حلحة النهاردة هتكلم عن الخضر فالخضر ده ما هو موجود في القرآن وإنت اللي عارف أوله من أخله وراك كلم مع مين ولا شاف مين ولا هو اسمه إيه ولا الرجل اللي قابله اسمه مين لكن عندك حاجات برة بتقولك قصص تانية مختلفة أوكي أوريكم بقى آخر فيديو رأيت في يدي ابن أبي برده ابن أبي موسى الأشعارين خاتما نقش فصه أسدان بينهما رجل يلحسان ذلك الرجل قال أبو برده فسأل أبو موسى علماء تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم فقالوا إن الملك الذي كان دنيال في سلطانه جاء المنجمون وأصحاب العلم فقالوا له إنه يولد كذا وكذا غلام يعور ملكك ويفسده فقال الملك والله لا يبقى تلك الليلة غلام إلا قتلته إلا أنهم أخذوا دنيال فألقوه في أجمة الأسد فبات الأسد ولبؤته يلحسانه ولم يضراه سبحان الله بصراحة أنا يعني ده آخر فيديو بيقولك بعد كده بقى إنه دنيال نقش على الخاتم ده هو قاعد في النص وأسدين جنبه والأسدين بيلحسوا علشان يفضل فاكر إنه ربنا أنقذه كم من الخرافات في القصص دي أنا حتى ما لمستش ربعها اقرب نفسك فكر بنفسك عشان تعرف هي الأمانة العلمية دي يعني من عندهم اسمها إيه إيه العلم ده اللي هما بيتكلموا عنه عايزة فا يعني مين يثبت إنه إنه ده علم لي أساس ممكن إحنا منطقيا كبشر نفهمه ونعمله أساسيات وكده إنتوا دخلتوا عملتوا لنفسكم أساسيات في الفقه والمش عارف إيه على أساس كل ما قيل وما قلوه من قبلكم ولم تفكروا مفيش حاجة اسمها تستلم عندك كتاب فيه خمسين قصة لنفس القصة وتقول ممكن برضه دي فكرة برضه ده ممكن برضه في الآخر في السماء لما نبقى قدام ربنا ما فيش حاجة اسمها ممكن برضه فيه حاجة اسمها إنه الله اختارك ادى لك عقل خلقك لهدف وعايزك تختار وإنه الله الحقيقي لن يجبرك إنك تختاره ولكن جاء علشان يدي لك فرصة للنجاح فرصة للحياة من خلاله من خلال يسوع المسيح فقط قالك أنا هعمل للعمل اللي أنت ما تقدرش تعمله أنا هموت علشانك علشان خاطر أشيل عنك خطيتك وهقولك بمنتهى الصراحة أنت ابني وأنا بحبك وعايز إنك تعيش معي أنا بقولها بمنتهى البساطة أوكي تقبل تعيش معي تختار أنت تخلص من آمن أو اعتمد خلص وآمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك ما عندناش بقى خرافات اللي مناخيره زراع والأسد عمل كذا يعني في قصة دانيال مش حاجة بتقول إن الأسد كان قاعد بيلحسه ولا ما بيلحسه الأسود ثابتوا الملاك وقفوا حرسوا وخلاص الهدف مجد الله مش الهدف تمجيد أشخاص فأنا بقولك إن النهار ده ربنا عايز يديلك حياة أبدية أخرج من كل هذه الخرافات واتجه لإله السلام إله المحبة إله الخلاص يعلمك إزاي كل يوم تمشي معا أوكي فيه آية عايزة أصليها من أجلكم النهار ده فيه رسالة كلوسي بيقول كده ليملك في قلوبكم سلام المسيح فإليه دعيتم في الجسد الواحد وكونوا شاكرين كونوا شاكرين في كل حين في الصعب نشكر في الفرح نشكر في الغنى نشكر في الفقر نشكر لأنه مصدر الحياة في حياتنا هو يسوع المسيح وفقت هو إله المجد المحب لك بصورة شخصية اقبلوا اليوم أنا بشكركم على المتابعة اليوم وألتقي بيكم في تكملة لمثل هذه الحلقات الأسبوع القادم اشتركوا في القناة